موزيكة فم تبع الموشة وقت اللي كان انتاجنا عام ٢٨ تحدث على عجز ميزانية الدولة على اللجوء للإقتراض قال أحنا لمشينا الليفامي وقلنا له أعطينا حلول تحدث على عجز ميزانية الدولة على المديونية تحدث على إمكانية استعمال واللجوء لسياسة التقشف تحدث أيضا على السندق الاجتماعية وعجزها اللي يصل للألف وستمائة وثمانية واربعين مليون جينار تحدث على زيادة في الأجور في عام ٢٠١٧ اللي متعهدين بها اللي هي ١٦١١ مليون دينار تحدث على تراجع نسبة النمو ثم تعرض لبعض الحلول قال يجب اعتبار التصدير أولوية وطنية جلب الاستثمار الخارجي أسلاح المنظومة الجبائية على أساس العدالة وتوسيع القاعدة الجبائية دفع التضامن الوطني من خلال سياغ وآليات مساهمة المؤسسة ورجال الأعمال تحدث على ضرورة وضع حد للتهرب الجبائي ووضع حد أيضا للعجز الاقتصادي هل التشخيص متاع اليوم كاقتصادي سيادتك ترا فيه وضوح أكثر للوضع الاقتصادي اليوم وتفهم أنت كرجل الاقتصاد أكثر والحلول الموضوعة واللي تحدث عليها سيوسف الشاهد اليوم تراها نجم بالفعل كون في مستوى الوضع الاقتصادي اليوم بارش أسأل هذا بالفعل أعطيتك شما جاء في خطابه الملاحظة الأولى الملاحظة الأولى أنه الشيء اللي شفناها اليوم في خطاب السيدة رئيس الحكومة المكلف اللي فيه جرعة جديدة من الصراحة اللي قاعد ناقصتنا كثير بتونس وفي مخصص الوضع الاقتصادي والمالي فما أرقام بعض الأرقام اللي هي صادمة فما أرقام اللي هي ربما أسوأ مما كنا نتصور ما هي الأرقام السادمة حسب رايك والتي مثلا العجز العجز متاع الميزانية لسنة 2016 بستة مليار وخمسمائة مليون دينار هذا رقم صادم جدا جدا تقريب ضعف ما كان القانون المالية كان المفروض أن يكون ثلاثة فاصل ستة مليار هو ستة فاصل خمسة مقالها بالفعل يعنيها شيء ضخم ضخم جدا وسادم ولذلك هالجرعة من الصراحة هي إيجابية وإن شاء الله تخلق الصدمة اللي نحبوها تصير في تونس باش نستفيق وبكل ننفيقه السياسيين والمواطنين والأطراف لكل تفيق وأنه الوضع خطير وخطير جدا أكثر مما كنا نتصور يعني أنت كرجل الاقتصال ما انتظرتش أنه العجز متاع الميزانية يكون ستة لف وخمسمائة مليار ما يكونش نتصور نتصور اللي هو كبير وهام لكن مش بالنسبة هذه أنا طلبت أنا طلبت تعرفت تذكر أني منذ أشهر وأنا نعاود نطلب راهو يلزمنا كشف كامل على وضعية المالية العمومية لأننا عارفين أنه فما إشكال كبير وكبير جدا بدنا اليوم نشوفه بعض ملامح من هذا لكن غير كافي يلزمنا كشف أكثر عمق وأكثر شمولية لأنه مش عارفين في الأرقام هذه شفيها وش مفيهاش ولذلك ما زلت أطالب وأطالب اليوم من جديد رئيس الحكومة أنه يكلف لجنة محايدة لتقديم كشف كامل عن المالية العمومية اللي قدم هنا فيه إفادة لكنه غير كافي ربما هذا بش يعطينا صورة أكثر شمولية وأكثر وضوح ما هي النقاط لنوضع بش نجمو نقيم الحلول بش نشوفوا الحلول هذي كافية ولا مش كافية لأنه ولا يعتهون وملاحظة ثانية اللي حاب نقولها هو أنه ربما نجمو نتحط فيها أكثر الحلول المقترحة ليست في مستوى الإشكالية المطروحة الإشكالية المطروحة اللي قدمها رئيس الحكومة المكلف معناها الدياجنوستيك الكشف اللي هو غير كافي حسب رأي ما هوش في مستوى الحلول المقدمة أو الحلول مش في مستوى الإشكالية المطروحة وربما هذا نجم نتحط فيها أكثر وقت لقول اعتبار التصدير أولوية وطنية جلب الاستثمار إصلاح المنظومة الجبائية وضع حد للتهرب الجبائي هذا الكل ما ينجمش يكون في مستوى الوضع الاقتصادي بالتالي ما هي الحلقات المفقودة واللي لزمها تتوجد في استراتيجية تحسين وتطوير الوضع الاقتصادي اليوم في تونس شنوه لكل منقوس في خطاب رئيس الحكومة المكلف في الجانب الاقتصادي يعني من ناحية طبيعا الحال التصدير هام وهم جدا ويجب دعم التصدير نعم لدعم التنمية وتعم التشغيل لابد أن يقع نظر في مشكلة الاستثمار دفع الاستثمار ودفع النمو هذا كله لأنه نوصل وهذا رقم جديد قاله رئيس الحكومة المكلف أنه نسبة النمو في هذه السنة بشكون واحد ونصف بينما كان مفروض أنا تكون اثنين ونصف حسب قانون المالية وحسب ما قالت الحكومة مسبقا ولذلك الوضع الاقتصادي أسوأ مما كانت الحكومة قلنا عليه في السابق هذا الكل في بقعته لكن المشكلة الحيني اليوم هو عجز ميزانية الدولة كيفاش بش نحلوه في سنة موش 2017 2016 ما قدموا وما قالوا رئيس الحكومة المكلف موش في مستوى الاشكالية قال أنه بش نعمل الإصلاح الجباي الإصلاح الجباي موش بش نعمل وبيش بجيب نتائج في التاذة عشر وستة عشر إصلاح الجباي تحبله سنوات بش يعطي نتائجه بش نزيده في الجباية ممكن هل هي كافية هل الجباية نجمه نزيده جباية بثلاثة مليار دينار اليوم كيفاش بش يكون حل لمشكلة المالية العمومية ما قدمش الحلول الكافية حسب رأيي في هذا المجال لذلك نقول أن الحلول المطروحة من ناحية العملية ما هيش في مستوى الإشكالية المطروحة لكن عندي مشكل آخر ربما أعمق هو أنه السيد رئيس الحكومة قال فما زوج جوانب للحلول الإطار والسياسات سيم مصطفى كاميل وصلنا لنقطة مهمة جدا اللي هي تحدث فيها يوسف جيد رئيس الحكومة المكلف وتحدث على ضرورة وضع إطار لهذه الإصلاحات وأنه يكون هناك إطار مناسب تحدث على أنه حكومة الوحدة الوطنية واللي جمعت أكثر ما يمكن من الطيف السياسي الممثل التونس يقول هو المشكلة تستغاوى المختلفة والعائلات السياسية المختلفة تحدث على فريقه الحكومي اللي فيها شبيب قال معدد الأعمار ميفوتش 48 سنة فيه تمثيل كبرى للمرأة في وزارات استراتيجية وحساسة تحدث على ضرورة القيام بإصلاحات التشريعية في مكافحة الفساد وفي الإصلاح الجبائي هل تعتبر أنه هذا الوضع السياسي والإطار السياسي اللي حطه رئيس الحكومة المكلف كافي لهذه الإصلاحات الاقتصادية وللأزمة الاقتصادية الحالية هو رئيس الحكومة المكلف قال أنه الجانب الأول للحل هو الإطار الإطار السياسي أحس فهمي وتحدث عن الحكومة حكومة وحدة وطنية وفاها نساء وفاها شباب كل هذا إيجابي لكن حسب رأي هذا بعيد كل البعد على أن نفهم الإشكالية وحضوض النجاح في هذا البرنامج علش لأن الوضع السياسي غير مريح وإحنا الأزمة أساسا سياسية وأنا قلتها في مقال عنده 19 تقريب قلت أم الأزمات هي الأزمة السياسية والأزمة السياسية هذه بدأت من بعد الانتخابات بعد في بداية 95 في تشكيل الحكومة السيد الأولى مذور الأزمة بدأت من وقتها وها مزالت متواصلة بل تعمقت مع هذه الحكومة حسب رأي شنية الأزمة هي؟ هذه الحكومة تقصد حكومة تصريف الأعمال أو الحكومة الجديدة؟ لأنه تتعاقب الحكومات بسرعة في تونس شنية الأشكال لنرجع بعجالة بش نجم نفسر النقطة الأشكال الأساسي بعد الانتخابات 94 وأنه نحن في نظام برلماني معدل لكن برلماني أنه وقع تعيين رئيس حكومة مش من الحزب الفائز هذه المشكلة الأولى والمشكلة الثانية أنه الحزب الفائز تلاشى وانحل هذا خلق تلاشى تلاشى إلى يوم من هذا لأنه كان وما زال غير قادم على تحمل مسؤولية الحكم بشيكون مسؤول على الحكم هذا هو الحزب عندما يربح الانتخابات بشيكون مسؤول على الحكم أعطاها الحكم إلى حكومة ورئيس حكومة مستقل وساندها نسبيا وفي الكثير أحيان ما ساندهاش ولذلك فشلت هذه الحكومة باعتراف الجميع ووصلنا إلى لوجه على حل جديد لحكومة أخرى حكومة الوحدة الوطنية لكن الأشكال الأساسي مقاش حل هل أحنا في نظام برلماني حقيقة والحزب المسؤول هو نيدا تونس على الحكم وأين نيدا تونس من هذا كله أنا نقول أن الحل على القناة واللي قاه رئيس الجمهورية واللي قدمه واللي قاعد يطبق فيه هو أن قاعد يخرج فينا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي لأن بالممارسة ظهر والرئيس الجمهورية ربما عنده الحق أن النظام البرلماني منجحش أو طريقة تطبيقه منجحش كذلك ولذلك دخلنا في نظام رئاسي وهذه الحكومة حسب رأيه هي ليست حكومة منبثقة عن البرلمان بل منبثقة عن رئاس الجمهورية وأن رئاس الجمهورية هي المسؤولة على هذه الحكومة من أولها إلى آخرها والبرلمان غير مسؤول على هذه الحكومة ونعطيك علاش قل لي نبدأ بني دا تونس الحزب الفائز أكثر كم عنده من وزير في هذه الحكومة أربعة على الستة وعشرين كيف لي حكومة أو حزب أن يتحمل مسؤولية الحكم بأربعة وزراء من ستة وعشرين بينما هو الفائز النهضة ثلاثة على ستة وعشرين وأكثر من نصف الوزراء خارجين عن البرلمان عن الممثلين في البرلمان ولذلك هي ليست حكومة منبثقة عن البرلمان ولذلك ولذلك الحزام السياسي متاحها مشكوك فيه هو بشي تحصل مسؤول على عمل هذه الحكومة يعني هذا سيعمق الأزمة الاقتصادية في نظرك قد يعمق الأزمة لأنه بما أن الحكومة مش منبثقة عن البرلمان وأحنا دخلنا في نظام رئاسي عمليا بينما قانونا ودستورا أحنا نظام برلماني كيفاش مش يخدم النظام هذا كيفاش الحكومة مش تعامل مع البرلمان أحنا دخلنا في أرض المجهول في مجال المجهول معناش طريقة امتع تنظيم وتعديل العمل السياسي اليوم ولذلك الإطار لحل الإشكاليات المطروحة الخطيرة اليوم فيه إشكالية كبيرة وفيه مخاطر تخوفات هذاك عليش أنا أقول خايف من المستقبل والفترة القادمة لأنه الإطار السياسي ما زلنا في أزمة سياسية عميقة ومانيش قاعد نشوف فين الحل المتاح كيفاش يكون البعض يعتبر أنه هذه الحكومة قد تكون أقوى على اعتبار وأنه الطيف السياسي اللي فيها كان انبثق عن مبادرة رئاسية كانت تحدث على أولويات ناقشها على امتداد أشهر كامل انبثقت عنها وثيقة قرطاج اللي صحوا عليها تسعة أحزاب سياسية وثلاث منظمات وطنية اليوم في هذه الحكومة هناك ستة أحزاب سياسية الأخرين خرجوا اللي هما مشروع تونس وحركة الشعب همش ممثلين في هذه الحكومة وبالتالي ربما ما تكونش عندها أغلبية برلمانية بمعنى أنه فيها شخصيات غير ممثلة في البرلمان ولكن تحظى بدعم وطني أكبر وأكثر تمثيلية في الطيف السياسي إن كان في وسط البرلمان أو خارج هذا كله نظري لكن نحن نشوفه حكومة الحبيب السيد اللي فيها أربع حزاب بركة ومن الجمهش يخدموا مع بعضهم وتضامن داخل الحكومة ما كانش موجود نعم والتفاهم حول الخيارات ما كانش موجود وحول السياسات ما كانش موجود فما بالك في حكومة فيها ستة أحزاب وفيها ربما حساسيات غير حزبية كل هذه بينما الإشكاليات خطيرة وخطيرة جدا المشاكل والتحديات خطيرة وخطيرة جدا كيفاش بشي تفاهموا عنا من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال في الأقصى اليمين إلى أقصى اليسار في الحكومة هذه هكذا ولا بشي تفاهموا على سياسة المالية العمومية بشي تفاهموا كيفاش بش يقع النقاش مع صندوق النقطة الدولي بشي تفاهموا أنه الحلول اللي يتحدث عليها رئيس الحكومة المكلف اليوم في الخطاب متاعه إطارها مغلوط كان من الأجد أنه يكون رئيس الحكومة والتمثيلية متاعلي في الحكومة الموجودة هي التمثيلية البرلمانية قد التمثيلية البرلمانية من أجل يكون ميكونش مش هذا الأشكال قد يكون نظام رئاسي هو الصحيح في تونس وأن النظام برلماني غير صالح وهذا قاعدين نشوفه لكن تمشي الكله نعم متاع الحكومة الوحدة الوضع من ثلاثة جوان إلى الآن حسب رأيي غير كامل وربما في جزء كان منه مغلوط لأنه شنو كان يكون الأحسن الأحسن أنه كما بدأت في البداية ننطلق من الإشكاليات شنو بدأت في البداية شنو البداية يعني من من ثلاثة جوان آه دكت من ثلاثة جوان من ثلاثة جوان بش نوصلوا إلى شنو التحديات الأساسية مش نوصلوش إلى وثيقة قرتاج اللي حسب رأيي ما فيها حد شيء وثيقة قرتاج هي سلسلة قائمة من الأهداف من الإشكاليات المطروحة وليست برنامج حكومي عملنا عملنا نقاش بش وصلنا إلى وقت قتلاج أنا ما في برنامج وبعدش اخترنا رئيس حكومة ثم اخترنا حكومة عن الحزب اللي نجح في الانتخابات رئيس حكومة وثم وقع اختيار حكومة كما كنا نتحدث هل هذه الحكومة لها المؤهلات بش تواجه الوضع هذا اللي كنا نحكي عليه حسب رأيي تكوينها وطريق تكوينها ومكوناتها تضع نقطة استفهام كبرى حول قدرتها على مجابهة الوضع لأنها ما نش نقعد نشوف كيفاش بنجم تكون متضامنة هل بش يكون هناك التضامن الكافي طيب جدا مش حكيت راهي مش حكيت قدرة وكفاءة متاع العشخاص متاع العمل كفريق العمل كفريق والتضامن بناتهم وممكن العمل على برنامج يجمعهم هذا تحليل طبعا للخيار السياسي والاقتصادي لأنه الوضع السياسي التي تحدث عليه يوسف جاد هو اللي نجم سهل الخيارات الاقتصادية أو الإصلاحات الاقتصادية القادمة كنت أنت تتحدث سي مصطفى كمال تحدثت على قلت في تشخيصه للوضع الاقتصادي هناك جرعة من الصراحة أنت كنت محافظ سابق للبنك المركزي كنت تنجم تقدم كل هذه الأرقام أو كنت تنجم تكاشف لأنه نعرف اللي شخص وقت يكون في وسط المسؤولية مطالب بالتحفظ وبعض المعلومات ما ينجم شي قولها كنت تعطي أرقام أنت بقيت مخفية وكان يلزم المصارحة به أولا المصارحة بالأرقام هذه كانت مطلوبة من زمان مش من اليوم طيب هذا قلت وانا من الناس اللي نعتبر شفافية من أهم مقاومات السياسة والعمل السياسي وإذا كان منصارحوش المواطن ومنصارحوش الشعب التونس يصيرون من جموش نحلوه حتى مشكلة طيب لذلك ما فيش حتى أشكال لأنه المصارحة هذه لازم منها بأرقام اللي بعض منها يكون موجعة وصعيبة ما هي الأرقام المنقوسة معناك تقول لي اليوم ما نجمش نقول لك شكن المرقوس لأنه كان منقوس مثلا نعطيك زوج أشكاليات اللي ميزت مش واضحة هل أن في الأرقام هذه اللي تحدث عليها السيد رئيس الحكومة وضع الصناديق الاجتماعية داخل فيها ولا نعرف الصناديق الاجتماعية وخطورتها والوضع امتاحها هل العجز اللي يحكي عليه في 2016 داخل فيه مستحقات الصناديق الاجتماعية أم لا اللي هي نجم توصل إلى ميات ملايين دينارات لجانب الثاني تحدث على عجز الصناديق الاجتماعية مش عارفين قال له وقت اللي يتحدث على العجز قال 1648 مليون دينار دخل دخل العجز أكثر بكثير من ذلك وقال خلقة مديونية في الكنام بألف وربعمائة نار مش طوال والكنام معاش تخلص في المستشفيات والمضمونين الاجتماعيين الفلوس متاع الكنام اللي مخلصت فيهم هي من طرف سينر بيس وسينسس لكن العجز متاع الصناديق هو أكثر بكثير هذا مشكل صناديق الاجتماعية الجانب الثاني العديد من المؤسسات العمومية اللي عندها أشكاليات وأشكاليات كبيرة كيف شن هو المؤسسات العمومية مؤسسات العمومية مؤسسات النقل عندها أشكاليات ستاق والسناد والكل وماذا وتونس وغيرها 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 هذي إذا كان تجمعو الكل فينو الحجز متاعو كيف باش باش نقومو مواجهته البعض منو باش نقاووه في البنوك نعم باش نقاووه في البنوك اللي هي ماش قاعدة تخلص وقاعدة نشوف في المخاطر عند البنوك قاعدة تزيد تعرف أنو نسبة الديون اللي مصنفه عند البنوك قاعدة تزيد بنسبة هاي وصلنا إلى أكثر من 16 16.5% وهو رقم ذخم وخطير جدا هذا الكل يزميق في الكشف نعم نختم معك بنقطة مهمة جدا تحدث عليها سيد يوسف الشهد قال سنة وذلي أجمع ممكن جل الخبراء على هذه النقطة أنه سنة 2017 ستكون أصعب من سنة 2016 تحدث على إمكانية لجوء للتقشف هل هذا وارد كخبير اقتصادي وكمحافظ سابق للبنك المركزي وارد جدا بأية نسبة يعني مش حكاية وارد جدا هذا مش حكاية خيار معناها هذه أمور اللي حسابية حسابيا عندكش أنت إذا كان في 2016 أنت عندك مشكل في 2016 مش 2017 دي جاء أنت كيفاش بش تتمول 6500 مليار عاجز متاع 2016 كيفاش معتنش الحلول وربما ميزال يعني نعطيه الوقت بش يجي بالحلول نعطيه الحكومة الوقت بش يجي لكن المشكل متروح اليوم الجباية ربما تكون نسبة إذا كان مش الجباية بش تكون القروض هل نمشي للقروض بأي كلفة ولا لا وإذا كان ما فيماش قروض ولا الكلفة غالية وما يزبنا نشوفه كيفاش نقص المصاريف وإذا كان ندخل في تقليص المصاريف ندخل في التقشف والحديث في 2017 والرفع من الأسعار التقشف داخل فيه معناها هي طريقة من طرق التقشف رفع الأسعار نقص في الدعم أو نقص في بعض المصاريف كله داخل في التقشف ولذلك يظهر لي احنا ندخلنا وكنت نسمع فيكم ساعة تحدثوا في التقشف واحنا في السنوات الأخيرة بعيدين كل البعض عن التقشف احنا كنا نتبع في سياسة توسعية كبيرة وغير مسؤولة في السنوات الأخيرة في الزيادة في المصاريف العمومية وقتل الأجور في خمسة سنوات زيد تسعين أو خمسة وتسعين في المئة هذا ما يتسمى تقشف عمره ما يتسمى تقشف والمصاريف الدعم كل المصاريف قاعدة تزاد بصفة مولة بينما المدخيل والأنتاج مش قاعد يزيد ولذا نحن كنا بعيدين كل البعض عن التقشف ولذلك التقشف قد يكون ضرورة ملاحة خلال أشهر القادمة أنت تعتبر أنه لازم سيكون هو سياسة سنة لكن الرسالة الأساسية ربما نقولها هو أقرب وقت نبدأه في البرامج هذه هي ربما نسهل الأمور فين نوخر فين الأمور زي التعقد الجرأة على بداية حل المشاكل اليوم تسهل ربما تسهل مجابهة المشاكل أكثر سهولة مما نزيد نوخر هذا هو الرسالة ربما الأهمة التي نجب نخليها معاك وأنه نتمنى السرعة والتعجيد هذه تكون عندها الشجاعة بدأت بالصراحة إذا من أنه عندها الشجاعة باش تنفذ وتأخذ القرارات وأقرب وقت ممكن هو أحسن لأنه يخفف من كلفة ويخفف من صعوبة حل المشاكل واضح جدا شكرا لك كاميل نيبليا المحافظة السابق للبنك المركزي على التوضيحات لقدمتها ترجمة نانسي قنقر